وعلى هامش فعاليات احتفالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية وتعرف مدبولي على عدد من المعرضات بأجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجماعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات والتي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات وفي مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة كما تضمنت المعرضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضروات والفاكهة والمنسجات والالكترونيات وعشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة المعرضات في أجنحة المعرض المختلفة مؤكدا أن جميع هذه المعرضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات وأن الدولة تبدل جهودها من أجل دعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر